الو? ايوة? ايوة فن. ايوة. فضل يا فن. فضل. شيخ المصافة الازالي. ايه رأيك في الموضوع ده شيخ المصافة? في المستشارة بيتكلم فيه. بسم الله والحمد لله. صلاة والسلام على رسول الله. انا بحييكم جميعا وبحيي ساعة المستشار. والحياء الموضوع ده يعني محسوم شرعا. واحنا لما بنيجي نتعامل مع القضايا التفصيلية دي. لا نخرج بها عن روح الشرع. خصوصا في مسألة الزواج اللي هي مبنية على المودة والرحمة. وانا ما بحبش كلمة حقوق الزوجة وحقوق الزوج. لان دي مسألة تتعلق بالوصول للمحكمة. ندور على حقوقنا. لكن الحياة الزوجية مدامة قائمة بيبقى فيها سيولة وفيها ليونة وفيها وعاشرهن بمعروف فان كرحتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الى غير ذلك من الايات القرآنية والاحاديث النبوية التي وصت على حسن المعشرة بين الزوج وزوجته. انا لكن القرآن اشار ايضا ان الزوج ممكن يبقى ينشز ايضا ان الزوج نفسه الرجل بيكون ناشز ايضا في بعض الاحلاء الحالات او في بعض المواقف. وان امرأة. الاية بتقول كده. وان امرأة خافت من بعليها. يعني من زوجها. نشوزا او اعراضا. فلا جناح عليهم الى اخر الايات. يعني احنا دايما بنركز ان النشوز من المرأة والمخالفات بتبقى من المرأة. لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء وشقائق والرجال. نص بالنص. النظرة اللي احنا نظرنا بها للمرأة في مجتمعاتنا محتاجة تصحيح. لان الاسلام بيظلم والقرآن بيظلم. قضية الضرب او اخذ حق الحق حق الفراش من الزوجة وهي غير راغبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صح الحديث يعني لا يقع احدكم على امرأتي كالعير. يعني كالبهيمة. اه. دي علاقة انسانية وليست علاقة بيولوجية بحثة ولا علاقة حيوانية. لا ايدني. اه. لا نخرج بالاسلام الى هذا. ثم ان كلمة الضرب لا تعني فقط الضرب المعروف. انما جاءت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم بمعنى المفارقة. يعني الابتعاد. يعني تشمل ايضا مسائل الهاجر. مسألة فيها فيها ابعاد نفسية. وربنا سبحانه وتعالى نتكلم عن العلاقة الزوجية الحميمية. العلاقة الخاصة يعني. قال عز وجل شوف جمال الآية. ومقدمتها الرائعة. يقول تعالى نساؤكم حرث لكم. فاتوا حرثكم. انا شئتم وقدموا لانفسكم. العلاقة محتاجة مقدمات. ومحتاجة اشياء تهيئ النفسية. سواء الرجل او المرأة. لان المسألة ما هيش اه كلها مجرد شهوة. انا بنشكرك يا مولانا بس عايزة لك سواء. اه وفي بضع احدكم صدقة. الصحابة استغربوا. قالوا او يأتي احدنا شهوته يا رسول الله ويكون له فيها او له بها اجر. قال ارأيتم ان وضعها في حرام. اكان عليه وزر. قال كذلك ان وضعها في حلال كان له بها اجر. شوف جمال وروعة الاسلام. مولانا عايزة سألك سؤال قبل ما تفكر. يا مولانا. مولانا. احنا بنشكرك. احنا بنشكرك. احنا بنشكرك جدا على الدخلة الجميل. انا عايزة بس تقول كلمة للناس اللي بتصدر للناس العوام ان الدين الاسلامي هو دين عمر. والمرأة مجرد اداة. اه عايزة تقول لهم كلمة بس قبل ما تقفل يا فاندي. عايزة اقول لهم عيب عليكم بعد 1400 سنة الانسلام بينصف فيها المرأة. لسه في مجتمعاتنا وفي مجتمع المجتمع المصري اللي هو سبق المجتمعات بتكريم المرأة واعطاها حقوقها وعملها مجالس للمرأة تخصها وشؤونها. بعد كل هذه السنوات بنضيع جهد النبي اللي جاء لينصف المرأة ويعطيها حقها بنضيع جهد الاسلام. نشكر حضرتك. بنعيد الاسلام من اول وجديد. نناقش لسه بعد العمر تقوله. نشكر حضرتك والله على المدخلة الجميلة والتوضيح الجميل ومتشكرين جدا حضرتك يعني انتبعتنا ومنشكرك على المدخلة الجميلة. ايه رايك في الاسلام?